وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم فإذا كان في قبلة الشاعر الماهر المصيب المعاني المخير الكلام أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم لهم في السنة ومواسمهم عند حجهم البيت حتى تقف وتجتمع القبائل والعشائر فتسمع شعره ويجعلون ذلك فخرا من فخرهم وشرفا من شرفهم ولم يكن لهم شيء يرجعون إليه من أحكامهم وأفعالهم إلا الشعر فيه كانوا يختصمون وبه يتمثلون يتفاضلون يتقاسمون يتناضلون يمدحون ويعابون